لاحظ العبد شو هي صفات العبد اللي بيتكلم عنها بالكتاب المقدس على الأقل تلت صفات أولا العبد لا يعلم ما لسيده شيء تاني العبد ليس له الحق في الميراث فإن كنا أولادا فإننا ورث أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح في روميا أصحح 8 والآية 17 شيء تالت مكتوب العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد الرسول بولوس وضحها في روميا 6 قال ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه إما للخطية للموت يعني اللي بتقودك للموت أو للطاعة للبر في روميا 8 ومثل ما اقتبسنا المرة اللي فاتت من رسالة بوترس التاني مكتوب إصحاح 2 واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد لأن من انغلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا فالشخص المستعبد هو الشخص المقيد بأصفاض وأغلال وقيود العبودية الشخص المستعبد كما يقول هو الشخص المهزوم هو الشخص المنغلب هو الشخص اللي مش عايش حياة النصرة هو الشخص الذي يسلك في الجسد الشخص الذي يعيش على هواه وعلى رغباته وعلى شهواته أيضا فإذن مستعبد مقيد للخطيئة اشتركوا في القناة